ينضم إلينا في السيديو الغد الدكتور صوفيان أبو زيدا سياسي الفلسطيني وزير الأسرى السابق والخبير في الأشؤون الإسرائيلي أهلا بك دكتور على شاشة الغد إذن تمت الموافقة على إضافة يومين بهذه الهدنة نعلم جيدا أن الهدنة هي جزء من حسابات المعادلة ما حسابات إسرائيل القبول بتمديد الهدنة ليومين إضافيين نعم للمساء الخير لك ولكل المشاهدين قناة الغد يعني هاي بشرة صارة يعني على الأقل جزئيا أن يتم تمديد الهدنة إلى يومين آخرين وفي تقديري أنه بالإمكان أيضا أن تتمدد ليومين إضافيين إضافة إلى اليومين غدا وبعد غد طالما هناك أسرى إسرائيليين طالما هناك مدنيين من ضمن الأسرى وطالما هناك رغبة لدى الطرفين في إجراء عملية التبادل إطلاق صراح وإطلاق صراح المعتقلين السؤال طبعا الذي يسأله الجميع اليوم سيتم إطلاق صراح 11 محتجز إسرائيلي من ضمنهم تسع ما هم دون تسع أولاد ما دون التمنتاشر عام وامرأتين أمهات يفترض لجزء منها أولاء الأولاد هذا يعني أن وفقا للحسبة الإسرائيلية سيتبقى لدى فصائل مقاومة في غزة 167 محتجز وأسير إذا ما نظرنا إلى التفاصيل عشان نفهم إذا في مجال يتم إطلاق لأنه في فصل ما بين المدنيين من أطفال ونساء وكبار سن وبين العسكريين الحديث هنا في اليومين القادمين وإذا ما كان هناك مجال للتمديد أكثر من ذلك هو فقط عن المدنيين إذا ما نظرنا إلى التفاصيل حتى الآن نطلق صراح 65 من خلال الدفعات الثلاثة واليوم سيتم إطلاق صراح 11 قلنا سيبقى 167 محتجز وأسير من بينهم 126 رجل و51 امرأة من بين هؤلاء المحتجزين 25 من بين هؤلاء هم فوق الستين سنة بمعنى أنه 25 الفوق الستين سنة هدول هو موضوع من وجهة نظري هي موضوع التفاوض خلال الأيام المقبلة سواء كان يوم غدين أو بعد غدين هنا أريد أن أفهم ما الذي يختلف من فئة لفئة عمرية أيضا من امرأة لرجل من طفل لامرأة لأن الأولوية في إطلاق صراحة المحتجزين الأولوية هي للمدنيين ولكن الأولوي أطفال نساء كبار سنة هذا يعني هنا التفصيل المهم أنا بحاول أشرح للمشاهد ما الذي يجعل إسرائيل توافق على هدنة لأيام أخرى صحيح لأنه الهدنة مرتبطة بإطلاق صراحة محتجزين صحيح 18 سنة من بين المحتجزين الإسرائيليين وبالتالي هناك مجال خلال الأربعة أيام القادمة أو الخمسة أيام القادمة هناك مجال للتفاوض على الأقل على ستين إلى سبعين من المحتجزين صحيح فهذا يبقى يعني يبقى ما تبقى هم جنود وضباط جيش عسكريين وهذا موضوع مختلف في المفاوضات طيب يعني هل نرى أو تتوقع سيدي أنه هناك مجال للتفاوض على العسكريين أيضا؟ نعم نعم يعني هناك مجال للتفاوض لأنه هناك مصلحة إسرائيل تريد أن تنيه هذا الملف تغلق هذا الملف وحمس تريد أن تطلق صراحة موضوع قليل ولكن قواعد اللعبة هنا مختلفة بالضبط عندما يتعلق الأمر بالعسكريين قواعد اللعبة مختلفة ماذا يعني ذلك؟ الآن تحدثنا عن إطلاق صراح أسيرات وإطلاق صراح أشبال فلسطينيين ما دون الثمنتاش جزء منهم كبير هما لم يمضوا فترات طويلة يعني الجزء الأكبر من الذين أطلق صراحهم لم يمضوا فترات طويلة عندما يتم التفاوض على جنود قواعد اللعبة تختلف والمفاوضات تختلف حينها سيكون الحديث ستطلب المقاومة إطلاق صراح كافة الأسرة في السجون الإسرائيلية ممكن يمكن ذلك؟ الطلب ممكن طبعا التنفيذ في تقديره لا يمكن أن تقبل إسرائيل لا مش إسرائيل إسرائيل رح تقبل غصبا عنها في النهاية إذا أرادت أن تطلق لكن ألن تلجأ إلى القوة في ذلك؟ هي لو قادرة تستخدم القوة مكان طلعتهم بالقوة هي مش قادرة لكن هناك من يضغط في الحكومة الإسرائيلية على ذلك كيف؟ استخدام الحرب واستخدام تمام كيف؟ إذا مش عارفين وين مكانهم وإذا مش عارفين وين يصلوهم إذن في أحسن لحوال بخدوم جثة في أحسن لحوال بخدوم جثة وبالتالي المفاوضات هي ممر إجباري ليس اختياري لإسرائيل عندما تحدث هي ممر إجباري حينها سيصطدمون بأسماء كبيرة موجودة في السجون الإسرائيلية من قيادات من مؤبدات من أسرى أمضو عشرات السنين من حياتهم في السجون لا يمكن أن تتنازل حماس وفصال مقاومة عن إطلاق صراحهم تحت أي ظرف من الظروف وبالتالي قواعد اللعبة هنا وقواعد الاشتباك التفاوضي هي قواعد مختلفة تماماً طيب ما الذي استفادته إذا قلنا ناصر الذي كسب أو الرابح والخاسر في هذه الهدنة نتحدث عن حماس ما الذي كسبته سياسياً وعسكرياً يعني المكاسب كثيرة أولاً كان هنا أجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار إجبار إسرائيل لم ترغب في هذا السيناريو أن تجبر على وقف إطلاق النار لأنه زخم العدوان بالنسبة لهم هو أفضل في الاستمرار ولكن لم يكن لديهم خيار وبالتالي المكسب الأول لحماس هو أن يتم وقف إطلاق النار والمكسب الثاني هو إدارة العملية التفاوضية الحديث الإسرائيلي كان أن حماس انتهت الحديث الإسرائيلي من المقاومة انكسرت الحديث الإسرائيلي كان أن ليس هناك ترابط وتواصل بين القيادة وبين قيادة حماس في غزة وبين الميدان الذي يتصدى للحرب العملية التفاوض وعملية إدارة المفاوضات وعملية التسليم التي حدثت أمس وأول أمس وقبل ذلك والتي ستحدث اليوم هي عكس النظرية الإسرائيلية التي تقول وهم يستسلموا لذلك بالمناسبة هم يستسلموا أننا كنا في وهم بأن حماس انكسرت وأن لا يترابط وأن هناك تفكك وانكسار ومعنويات وكل هذا الحكي لا النتيجة كانت غير ذلك وهذا مربح لحماس وهذا دعم معنوي كبير جدا سيساعدهم في المعركة القادمة الثالثة وهو أنا ليس إنسان عسكري ولكن يفترض أن هذه الفترة استثمرت لترتيب الأوضاع وتحسين خطوط الدفاع واستفادة من الأخطاء السابقة وإدارة المعركة بأكثر اقتدار وأكثر تنظيم هذا أمر طبيعي جدا هذا بالنسبة لحماس بالنسبة لإسرائيل أيضا هي استغلت هذه الأيام أولا أطلقت صراح محتجزين أطفال ونساء وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لهم وسيكونوا مرتاحين أكثر إذا استمرت عملية الإفراج عن هؤلاء الأطفال خلال الأيام المقبلة ولديهم استعداد أنا قلت من أربعة أيام أن هناك فرصة كبيرة لأن تتمدد الهدمة وأنا أقول الآن وافقوا على يومين وهناك إمكانية أن تتمدد إلى يومين آخر إذا تم تسلم المحتجزين للرهائن المدنيين الإسرائيليين ماذا لو تطور الأمر إذا تحدثنا وتغيرت الحسابات إذا تحدثنا عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ما الذي يضمن أنه الأمور ستأتي ثمارها بالنسبة لحماس ما الذي يضمن عدم توجه إسرائيل لبروتوكول هانيبال أولاً هم توجهوا والصور الطائرات الهليوكابتر والمنسبة إسرائيل نشرت الصور مش حدا تاني صور طائرات الهليوكابتر كانت تطلق الرصاص على كل من دخل إلى مناطق الغلاف وأطلقت الرصاص على كل من هو عائد إلى غزة وكان من بين العائدين كانوا مختطفين أسرى إسرائيليين كانوا في الطريق وقتلتهم الطائرات الإسرائيلية هم وحاجزيهم أو مختطفين أو أسريهم يعني بمعنى هذا كاستخدموه الآن ليس هناك مجال لاستخدام يعني توليت بالنسبة للإسرائيليين أنهم يستخدموا إلا لم يتم التفاوض لإطلاق صراحة هؤلاء الجنود بإطلاق صراحة من خلال مفاوضات وأطلاق صراحة أسرع هل بالإمكان أن إسرائيل تغمض عينيها وتواصل القتال وهؤلاء يموتوا من القصف نعم هذا أمر ممكن هذا أمر ممكن ولكن أعتقد أن الطريق الأسهل ليس الأقل ثمنا بالنسبة لإسرائيل هو أن تطلق صراحة من خلال مفاوضات بإطلاق صراحة ألف الأسرع أشكرك جزيل شكرا الدكتور صفيان عبو الزيدة وزير الأسر السابق والخبير في الشأن الإسرائيلي شكرا جزيلا لك سيد شكرا شكرا جزيلا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر